يا إخوتي يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا نصرتي في كل حين يا يا إخوتي يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين الذي علم المتعلمين وعلى آله وأصحابه والتابعين المشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لقاء خاص اليوم لقاءنا فعلا خاص وسعداء بأن نلتقيكم من خلاله ولكن سعادتنا كبيرة عندما نتحدث عن دستور الأمة الإسلامية وهو القرآن الكريم وسعادتنا أيضا كبيرة باستضافة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز قحطان العمري من مملكة البحرين نحن نرحب بكم وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيدور حديثنا في هذا اللقاء الخاص عن مراكز تعليم القرآن الكريم في مملكة البحرين الشقيقة نستضيف هذا الشيخ الفاضل لنتعرف على هذه المراكز وكذلك الطرق التي تنتهيها أملا في أن تعمى الفائدة وأملا في أن ينتشر القرآن الكريم في أرجاء الدنيا أسمح لي باسمكم أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو وضيفكم أنتم عبر فضائي طيبة الميمون أهلا وسهلا بك الأخ والشيخ عبدالله قحطان عليكم السلام وسلم الله وبركاته أهلا وسهلا بكم ونتهز هذه الفرصة اللي أعبر عن سعادتي بوجودي في بلدي الثاني السودان وبحضر هذا اللقاء وأشكر لكم ترتيب هذا اللقاء وإن شاء الله تعم الفائدة ونتواصل مع بعضنا البعض فيما يتعلق بالقرآن الكريم وخدمة القرآن الكريم والعمل في مجال القرآن الكريم إن شاء الله لا بد لنا أن نذكر المشاهد مرة أخرى بأن هذا اللقاء الخاص هو عن تعليم القرآن الكريم بل عن مراكز تعليم القرآن الكريم في مملكة البحرين وكما تعلمون فإن لكل دولة من الدول العربية والإسلامية يعني أسلوب لتعليم الناس القرآن فمثلما لنا نحن في السودان الخلاوة وما إلى ذلك والمسائد والحلقات وللموريتانيين المحاضر وما إلى ذلك فإن لمملكة البحرين طريقة في تعليم القرآن الكريم نتعرف على هذه الطرق والمراكز في مملكة البحرين من خلال المحاور العديدة التي وضعناها بداية فضلت الشيخ عبد الله قحطان لو أعطيتنا نبذة عن مراكز التعليم التعليم القرآنية في مملكة البحرين النشأة والتطور تفضل نعم مراكز وحلقات تعليم القرآن الكريم في البحرين هي امتداد للكتاتيب التي كان في السابق يتلقى فيها الطالب مبادئ علم علوم اللغة العربية ومبادئ الحساب ويتعلم فيها القرآن الكريم فكانت هي المدارس النظامية في الزمن الأول نعم فلما أنشأت المدارس النظامية بدأت هذه الكتاتيب تفقد روادها وتفقد الإقبال عليها على اعتبار المدارس النظامية هي التي تولت عملية تعليم اللغة العربية وتعليم الحساب وتعليم العلوم الأخرى ولكن ظل تعليم القرآن الكريم في المدارس النظامية لا يفي بالحاجة والغرض ولا يتم تعليم القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا في هذه المدارس فاتجهت هذه الكتاتيب لأن تتحول إلى مراكز وحلقات لتعليم القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا ولعل أقدم مركز تأسس في البحرين بإشراف مباشر من وزارة العدل الشيون الإسلامية والوقاف كان في منتصف السبعينات مع تأسس وزارة العدل الشيون الإسلامية بعد الاستقلال بخمسة أو ستة أعوام هذا أمر طيب وجميل لو أردنا أن نتحدث عن عدد هذه المراكز وهذه الحلقات بالتقريب هل لنا أن نقف عند عدد معين؟ نعم عدد المراكز المرخصة من قبل وزارة العدل الشيون الإسلامية والوقاف حتى هذا التاريخ بلغت مئتين وسبعة وعوين مركزاً هذه المراكز تضم حلقات عديدة بعض المراكز قد يضم مئة حلقة أو أكثر أو أقل وبعض المراكز تضم أربع حلقات أو خمس حلقات بحسب الكثافة السكانية وبحسب الإقبال على هذه المراكز والحلقات وبالتالي إذا ما أردنا أن نحصر عدد الحلقات التي يتم فيها تعليم القرآن الكريم التي تعتبرها بمثابة الفصول الدراسية فإن عددها يقارب الألفين حلقة منتشرة في مختلف مناطق مملكة البحرين ينتظم للدراسة في هذه المراكز زهاء الأربع وعشرين ألف طالب وطالبة معظمهم من فئة سبع سنوات إلى ثمانت عشر سنة التي توازي مراحل التعليم الأساسية والعدادية والثنوية وكذلك هناك من الدارسين في هذه المراكز يعني من عمار أكبر من ذلك أيضا يتعلمون حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم نعم بفضلات الشيخ يعني لو سمحت لي يعني هل هذه المراكز يعني يشترط فيها عدم انشغال قارئ القرآن بقراءة أخرى أم أنه يمكنه أن يعني يواصل دراسته أو عمله جنبا إلى جنب في تعليم هذه أو في تعليم القرآن من خلال هذه المراكز بالضبط التعليم القرآن الكريم هو تعليم موازي نعم وبالتالي ليس بديلنا عن التعليم النظامي يعني لكنه يساعد كثيرا الدارسين في المدارس النظامية في تعلم مهارات وملكاتهم بأمس الحاجة إليها أم مهارة النطق الصحيح للحروف والكلمات والجمل لأن هذا هو أساس تركيز علم التجويد على أساس الأداء الصحيح للكلمات والحروف القرآنية كما أنه يساعده أيضا في قضية تذوق اللغة بشكل عادي لأنه يتعامل مع القرآن بشكل كبير ويساعده من جانب آخر في تقوية يعني مهارات الاستذكار لديه لأن طالب القرآن الكريم في مرحلة الصغر يبتدئ ينشط هذه الذاكرة وينميها ويسعها بما ينعكس على تحصيله في العلوم الأخرى في المقابل حتى الموظفون ممكن أن يلتحقوا بهذه المراكز والحلقات القرآنية ربات البيوت أي فئة من الفئة تريد أن تلتحق تلتحق لأن الدوام فيها مرن في الفترة الصباحية والفترة المسائية وفي الإجازات وفي كذا بحيث أنه يكون متاح للجميع من أراد أن يتعلم القرآن الكريم فبإمكانه ذلك بسر سهولة إن شاء الله عز وجل نعم يعني معنى هذا الكلام أنه لا يوجد هناك يعني مركز مثلا مخاصص للمنقطعين فقط للقرآن الكريم لا لأن للمنقطعين من طلبة في العمر من 7 إلى 18 سنة لا أما لناس الكبار أما لناس الكبار طبعا لأن هناك ناس متقاعدين مثلا أو لا يعملون كذا ويريدون الاتحاق بهذه المراكز بشكل موسع ومكثف فهذا أيضا متاح لهم سبحان الله هذا يمكن أن يكون واحد من الفروقات ما بين التعليم القرآني في سودان وما بين التعليم القرآني في مملكة البحرين في الواقع يعني توجد في سودان ما يسمى بالخلاوي فالخلوة يمكن أن ينقطع فيها الأطفال حتى فقط للقرآن فبعد أن يكملوا حفظهم للقرآن كامل ثم من بعد ذلك يعودون إلى مواصلة الدراسات الأكاديمية وهذا يمكن أن يكون الفارق بين تعليم القرآن الكريم في السودان وفي مملكة البحرين طيب فضلت الشيخ هذه المراكز التي تفضلت بذكرها ما في شك في أن هناك منها ما هو مشهور بحيث يعني يستطيع الإنسان أن يذكره هل لك أن تذكر لنا أسماء معينة من هذه المراكز حتى يعني يلمي بها المشاهد الكريم بأن يعني مركز فلان ومركز فلان هو من المراكز المشهورة في مملكة البحرين اللي تعليم القرآن الكريم بداية نحن نقسم المراكز بحسب طاقة الاستعابية إلى ثلاث فيات مراكز الدرجة الأولى وهي تكون أقدر على استيعاب الطلاب وكثبة الطلاب فيها أعلى ومراكز الدرجة الثانية يقل فيها عدد الطلاب ويقل فيها الطاقة الاستيعابية للطلاب والحلقات القرآنية التي تراوح عدد الحلقات والفصول الدراسية فيها بين حلقة إلى أربع حلقات هذه تسمى حلقات غالبا ما تباشر عملها في المساجد والجوامع المراكز قد تمتاز لتكون لها أبنية خاصة خارج المساجد نظرا للطاقة لحجم الإقبال عليهم من أهم المراكز الموجودة في البحرين يعني خلي أذكر بعضها عندنا مركز وبي بن كعب لتعليم القرآن الكريم وهو أقدم المراكز تأسيسا في البحرين ويليه في التأسيس مركز عبد الله بن مسعود أيضا وتأسس في فترة متقاربة أو بعد مركز وبي بن كعب بفترة يسيرة وكانت هذين المركزين مخصصان للذكور في تلك الفترة يعني لم يكن حظ للينا في دراسة القرآن الكريم في البداية يعني بالشكل المناسب لهم وبعدين تأسست مراكز كثيرة لتعليم القرآن الكريم منها مركز بن الجزري الإسلامي ومنها مركز مدرداء الصغرى ومركز مرقة بنت الحارث ومركز الشيخ عيسى بن علي ومراكز أخرى كثيرة يعني تعتبر في تصنيفنا نحن من المراكز التي تلقى إقبالا شديدا من قبل الدارسين نعم جزاك الله خير للجزاك فضلت الشيخ عبد الله أحطان العمري على هذه الكلمات الطيبة سيتواصل معك الحديث حول مراكز تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في مملكة البحرين لكن عقب هذه الاستراحة اليسيرة التي سنتوقف عندها نقول للمشاهد الكريم لا تذهب بعيدا بل يبقى معنا فالحديث حديثا قرآنيا وكلنا نحب القرآن وأهلا يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين فلم تجري إلا جئت في الخير سابقا ولا عدت إلا أنت في العود أحمد نعود إليكم أيها الأحبة الكرام ونواصل حديثنا عن مراكز تحفيظ القرآن الكريم في مملكة البحرين باستضافة قدرة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز قحطان العمري قدرة الشيخ لابد لنا أن نتوقف وقف قليلة عن من الذي يقدم الدعم لهذه المراكز فيما يتعلق بإعطاء المعلمين والأساتذ المرتبات والمخصصات وما إلى ذلك ومن يعني يوفر للطلاب ما يحتاجون إليه حتى يتثنى لهم حظ كذاب الله سبحانه وتعالى طبعا النصيب الأكبر من الدعم يقدم من قبل الوزارة من ميزانيتها السنوية الدولة كمكافآت للمعلمين أو المدرسين سواء كانوا من الذكرة أو الإناث وكمكافآت للطلاب الذين يتمون حفظ الأجزاء أو حفظ القرآن الكريم كاملا أو يحصلون على الشهادات المسارات والدورات التي تقيمها هذه المراكز والحلقات القرآنية فالدعم الأكبر يقدم من قبل الدولة وهناك دعم آخر يقدم من قبل المحسنين ومن قبل الجمعيات الإسلامية والخيرية ومن قبل القطاع الخاص أيضا سواء كان مؤسسات مالية أو تجارية أو صناعية أيضا هي تدعم هذه المراكز والحلقات بأشكال متعددة من الدعم نعم فالعملية عملية شراكة يعني تقوم الدولة بجانب من هذا الدعم وتقدم جزء من هذا الدعم كما تقوم المؤسسات القطاع الخاص والأفراد والجمعيات النفع العام بتقديم أيضا جزء من هذا الدعم وتتكاتف الجهود جنبا إلى جنب من أجل إنجاح رسالة هذه المراكز في تعليم القرآن الكريم على النحو الأمثل نعم ده كلام ضيب جميل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفق كل الناس إلى أن يرموا بسهمهم في هذا الفضل الكبير فضلت الشيخ يعني مراكز بهذا الحجم أكيد لا بد من أن تكون هناك وسائل تحفيزية إن صحت هذه العبارة هل هناك جائزة يمكن أو جائزة تضعها الدولة أو تضعها الوزارة للتنافس فيما يتعلق بالتسابق في حفظه وترتيل القرآن الكريم في مملكة البحرين نعم عندنا مسابقة للقرآن الكريم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره هذه المسابقة السنوية تقام برعاية من عاهل البلاد المفدة وهذه المسابقة الآن دخلت دورتها السابع عشر يعني صار لها سبعة عشر سنة من تأسيسها هذه المسابقة هي موجهة للذكر والإناث بشكل متوازي متساوي تتكون مسار الذكر ومسار الإناث من عشرة فروع هي حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ عشرين جزاء ابتداء من إحداد فتيه المصحف وحفظ عشرة أجزاء ابتداء من إحداد فتيه المصحف وحفظ خمسة أجزاء وحفظ ثلاثة أجزاء هذه الفروع التي هي موجهة للحفظ أو للدارسين في المراكز والحلقات القرآنية بالشكل الأمثل أو الأكبر وهناك فروع أخرى موجهة لإفئات أخرى في المجتمع مثل عندنا فرع لطلبة المدارس أيضا يخصص الله المقدار معين بسيط من أجل ربط هؤلاء الطلبة بالقرآن الكريم تلاوة وتعلما وعملا إن شاء الله سبحانه وتعالى كذلك هناك فرع لطلبة العلم الشرعي وهناك فرع آخر لذولة احتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقات عقلية أو سمعية في النطق وبالتالي يحتاجون لفرع خاص يراعي ظروفهم ويراعي احتياجاتهم هناك فرع للإصلاح والتأهيل وهم نزلاء المؤسسات العقابية أيضا فرع خاص بهم وأخيرا هناك فرع خاص بالتلاوة وحسن الأداء لا يحفظ القرآن الكريم ولكنه ينشط في مجال قراءته وتلاوته وحسن تجويده فهذه الفرع العشرة تمثل الأساس الذي قامت عليه مسابقة البحر الكبرى وهي مسابقة تحظى بإقبال واسع من طلاب المراغز الحلقات القرآنية وأيضا تحظى بإقبال واسع من أفراد المجتمع الآخرين من أجل تشجيع وتحفيز الطلاب على مواصلة حفظهم ومواصلة دراستهم للقرآن الكريم هذه أحد أساليب وسائل التشجيع التي تقوم بها الدولة بشكل منظم وهي مسمية باسم العاهل عاهل المملكة البحرين حفظه الله سبحانه وتعالى محصورة فقط على البحرينيين لا المسابقة فيها فروع مفتوحة للجميع وفيها فروع محصورة على البحرينيين ولكن فيها فروع أيضا مفتوحة للجميع ويستطيع الرغبة أن يشارك فيها ما دام هو يتفق مع الاشتراطات العمرية لهذا الفرع لأن كل الفرع لاشتراطات العمرية مختلفة عن الفروع الأخرى لكن لم تكن هناك جائزة عالمية أو دولية كما هو حاصل في السودان فيما يتعلق بجائزة الخرطومة الدولية للقرآن الكريم التي يتنافس فيها حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى من شتى بقاء العالم والله إحنا بصلد عمل ذلك وتقدمنا بأكثر من دراسة وتصور في هذا الموضوع والموضوع الآن يدرس إن شاء الله سيكون قهر التنفيذ ربما في القريب العاجل لأن تنظم مملكة البحرين إلى الدول التي تنظم وترعى مسابقات دولية للقرآن الكريم إن شاء الله تعالى نعم طيب فضل الشيخ عضل قحطان أنتم كجهة مسؤولة عن تنظيم هذه المراكز وتوحيد مجهوداتها هل عبركم تتم المشاركة في المهرجانات القرآنية العالمية التي تقام في الدول المختلفة؟ تقصد المسابقات القرآنية مثلا؟ نعم نعم طبعا لأن معظم المسابقات القرآنية الدولية توجه الدعوات فيها إلى الجهات الرسمية أو للوزارات المعنية بالعمل الإسلامي طيب وبالتالي مملكة البحرين تشارك في معظم المسابقات القرآن الكريم الدولية بما فيها مسابقة الخرطوم التي تقام في السودان سنويا ونرسل طلابنا للمشاركة في مختلف المسابقات مهما بعد مكانها نحن نشارك في مسابقة ماليزيا ونشارك في مسابقة المغرب ونشارك في مسابقة الخرطوم ونشارك في معظم المسابقات القرآنية الدولية ومتسابق البحرين والله الحمد لله وسيمة الفترة الأخيرة يعني حققوا مكاسب ومراكز فوز يعني مجزئة في هذه المسابقات تدل على أن هناك نشاط قرآني ملحوظ ومتسارع في البحرين وإن شاء الله عز وجل يعني يستمر هذا النشاط ويعني يكون أكثر إثمارا وهذه ملاحظة ليست فقط في مملكة البحرين بل هذه ملاحظة ملاحظة عامة أينما وجهت وجهك سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو في الدول التي فيها أقليات إسلامية يعني أنا أحضر كثير المسابقات الدولية وأطلع على حجم المشاركة في هذه المسابقات وأرى أبناء الأقليات المسلمة في البرازيل وفي دول أوروبا وفي الأمريكتين وفي دول آسيا يشاركون بشكل قوي وبشكل يعني متزايد يوما بعد يوم في هذه المسابقات ما يدل على أن هناك صحوة قرآنية والتفاتة كبيرة إلى القرآن الكريم في تلاوته وحفظه وكذلك في فهم القرآن الكريم وتمثل القرآن الكريم سلوكا وواقعا معاشا نعم هذا الأمر نرجو له الانتشار والاتساع وهو أمر يثلي الصدور فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المسلمين في كل بقعة من دقاء الأرض بأن يتمسكوا بهذا القرآن وأن يظهروا تمسكهم به من خلال المهرج عن ذو المسابقات القرآنية العالمية التي تقام سواء كان سنويا أو أقل من ذلك فضيط الشيخ عبدالله قحطان نحن طبعا نعلم تماما أن حفظ القرآن الكريم هو قسمة ونصيب وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لكن هذا لا يمنع من أن نتساءل عن يعني معدل متوسط السنين أو الأشهر التي يحفظ فيها الناس في مملكة البحرين القرآن العالم الكريم وأظن نحن في حسب التنظيم الدراسي للطلاب في المراكز وحفظ القرآنية دائما نفترض أن خمس سنوات في المعدل الطبيعي الذي يستطيع أن يحفظ فيه طالب القرآن الكريم وهو منتظم في المدارس النظامية في فترة الصباحية وبالتالي هو يخصص جزء من وقته في فترة المسائل لحفظ القرآن الكريم يحتاج وقت أطول طبعاً من الطالب المتفرغ مع أنه ممكن أن الطالب يحفظ القرآن الكريم في ثلاث سنوات وأقل لكن خمس سنوات هي المتوسط المناسب الذي يستطيع أن يحفظ فيه الطالب القرآن الكريم نحن كان عندنا في مملكة البحرين المشروع يعني رائد هو حفظ القرآن الكريم في ثلاث سنوات بين سن السابعة والعاشرة ودشنا هذا المشروع قبل عدة سنوات الإصدار الأول من هذا المشروع والتحق بالمشروع تقريباً 43 طالب وطالبة أعمارهم لا تتجاوز السبع سنوات أتم منهم حفظ القرآن الكريم 11 طالب وطالبة قبل ما يصلوا إلى سن العاشرة فوجدنا أن ثلاث سنوات أيضاً تكفي لأن يحفظ الطالب القرآن الكريم ولكن إذا كان هناك تكثيف في البرنامج وتكثيف في ساعات الدراسة واهتمام مضاعف من ولي الأمر ومن المدرس ومن الجهة المنظمة التي تشرف على مثل هذه المشاريع فممكن نحفظ ثلاث سنوات ممكن نحفظ في أقل من ثلاث سنوات ولكن خمس سنوات مدة مناسبة نحن نرى أنها مدة مناسبة ويمكن نصير عليها نعم هذا أمر طيب وجميل نحن في السودان ولله الحمد والمنا حافظ القرآن الكريم يقدر تقديراً كبيراً جداً من قبل المجتمع وأخيراً جاء رئيس البلاد المشير عمر حسن أحمد البشير فمنح حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى منحهم درجة البكالاريوس تقديراً لمجهوداتهم وتعظيماً للقرآن الكريم هل ينال حافظ القرآن الكريم في مملكة البحرين من قبل الدولة تقديراً يمكن أن يخارم بما حدث للحافظة في السودان والله تجربة السودان في هذه الشأن هي تجربة رائدة وتستحق الإشارة طبعاً أن يعامل حافظ القرآن الكريم معاملة حامل البكالاريوس طبعاً هذه خطوة جريئة وخطوة جداً إيجابية وهي محل تقدير ومحل محل اهتمام أن ينظر فيها وتدرس بشكل أعمق قدمت عدة مشاريع في هذا الشأن لتقدير حفظة القرآن الكريم بشكل أو بآخر ولكن لم تصل إلى الدرجة التي تصبح قانون ساري المفعول ولكن التجربة التي ذكرتها وأنا أعلم أيضاً أن في بلدان أخرى أيضاً عندها تجربة مشابهة أو كذا وهذه التجربة تستحق الدراسة وتستحق الاهتمام على العكس تماماً يعني موضع تقدير أي إنسان يعمل في مجال القرآن الكريم ويرى أنه محفز أساسي لحفاظ القرآن الكريم أن يجدوا مكانهم اللائق بهم كونهم يحملون كتاب الله عز وجل في المجتمع نعم هذا أمر طيب وجميل وإن كان لدي سؤالي عن له علاقة قريبة جداً جداً بهذا السؤال فيما يتعلق باستخراج شهادات لحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى يعني بعد أن يتأكد الطالب أو الدارس للقرآن الكريم من أنه قد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملاً هل تعقد امتحانات وعلى ضوئها يمنح الحفظة شهادات تدلل على أنهم حفظة كتاب الله؟ بلا شك إحنا نبدأ أن نستبق هذه الخطوة بخطوة أخرى إحنا عندنا الله يسلمك ثلاثة نواع من الاختبارات في حفظ القرآن الكريم لا ينتقل الطالب من جزء إلى الآخر إلا إذا اختبر في الجزء الذي أنهى حفظه فيه ويعطى مكافأة تشجيعية ويعطى شهادة من الوزارة أنه أتم حفظ الجزء الجزء المحدد الذي أتمه فهذه اختبارات تجرى الاختبار الثاني يجرى على كل خمسة أجزاء عندما يصل الطالب إلى أن ينهي خمسة أجزاء من القرآن الكريم حفظا لا بد أن يختبر فيها قبل أن ينتقل إلى الجزء السالس وهكذا مع كل خمسة أجزاء يجرى الاختبار بغرض تمكينه وتهيئته وتقوية حفظه السابق فإذا ما أتم حفظ القرآن الكريم كاملا وبدأ بمراجعته واستحضاره بشكل جيد تعقد لجنة على مستوى المملكة ويدخل فيها كل حفاظ القرآن الكريم الذين يرغبون في خوض هذه الاختبارات ويوجه للطالب تقريبا عشرة أسئلة بمعدل ثلاثة أسئلة ثلاثة سؤال في كل ثلاثة أجزاء والطالب الذي يجرز الاختبار هو الذي يمنح الشهادة ومن لا يجرز الاختبار يرجع مرة ثانية لتثبيت حفظه وتقوية مراجعته أمر جميل وطيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم دائما وأن يوفق الناس جميعا إلى حب كذاب الله سبحانه وتعالى وحفظه ما من شك في أن الناس بعد أن انتهى عهد الكتاتيب وفكر الناس في أن تكون هناك وسيلة لتعليم الناس القرآن الكريم ومن ثم يعني بعد نجاح التجربة ما من شك في أن يعني أن يقارن الناس ما بين بداية التجربة وما بين الواقع على المعيشة اليوم فإذا قارننا ما بين البداية وما بين الواقع على المعيشة الآن هل نجد يعني اكثرة أو كثرة من الناس فيما يتعلق بالإقبال على هذه المراكز أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل القصير الذي سنتوقف عنه ونعيد المشاهد بأننا سنعود إليه فنطلب منه ألا يذهب بعيدا بل يبقى معنا لنستمع إلى هذه الإجابة أو الإجابات عن الأسئلة التي سنطرفها لاحقا فكونوا معنا أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام نعود إليكم بعد أن توقفنا لهذا الفاصل القصير وفي عودتنا طبعا استماع للإجابة من فضلة الشيخ عبدالله قحطان مدير شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية فضلت الشيخ تفضل كان السؤال عن أنا سألتك قلت لك مقارنة ما بين الماضي والحاضر فيما يتعلق بإقبال الناس إلى هذه المراكز هل هناك تكاثر أم الأمور هي عادية بالعكس نظن أنه رغم وجود التعليم النظامي الذي قد يتبادر للذهن أنه سيغني عن تعليم القرآن الكريم وسيلتفت الطلاب إلى التعليم النظامي تاركين حفظ تلاوة القرآن الكريم إلى أن الواقع مع كل هذه الأمور أن تعليم القرآن الكريم في المراكز والحلقات القرآنية بدأ ينتشر انتشارا واسعا ولا أدل على ذلك من كثرة الطلبات التي تردل الوزارة من الأهالي الراغبين في أن تفتح في مساجدهم أو في مناطقهم السكنية وأحيائهم مراكز وحلقات للتعليم القرآن الكريم يدع على أن هناك إقبالا شديدا على تعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوةه لكن تبقى المسألة هي قضية أن هل حفاظ القرآن الكريم يزيدون بالزيادة التي يتوقعها الجميع مع كل هذا الجهد في الحقيقة أن حفظ القرآن الكريم أمر عزيز أن تجد إنسان حافظ القرآن الكريم أمر عزيز ولذلك نسبتهم إذا لم تقرنتهم بعدد سكان المجتمع فنسبتهم ضئيلة جدا و هي كذلك كانت عبر تاريخ الإسلام من أيام الصحابة رضي الله عنهم و التابعين و من بعدهم يعني حفظ القرآن الكريم لم يكن يعني هو السمى الغالبة على الصحابة رضي الله عنهم بل كان الحفاظ و القرآن معدودين معروفين بالأسماء صحيح و لذلك كانوا يخافون عليهم و قصة القرآن في في نعم نعم معلومة معلومة و معروفة نعم فأنا أظن أن نسبة الحفاظ لا تتجاوز يعني أحيانا واحد في الألف إذا ما قسناها يعني على اعتبار أن حفظ القرآن الكريم يتطلب كثير من الجلد و كثير من الصبر يعني لو النسان حفظ القرآن إلى مثلا حفظ عشرين جزء من القرآن الكريم ثم انقطع خلاص يريد جهد و يريد استعداد جديد لكي يعاود الحفظ من جديد تريد المسألة نوع من الصبر و نوع من التعاون المشترك بين أولياء الأمور و بين المركز و بين الوزارة أو الجهة التي ترعى هذا المركز و رغبا من الطالب و دائما تحفيز مستمر له من أجل أن يلقى في هذا المسار و تتطلب أيضا قدرا يعني ليس بالقليل من الوقت و بالتالي يعني حفظ القرآن الكريم ليسوا بالكثرة الكاثرة و لكنهم يعني و لكن حفظ القرآن الكريم يزداد نعم إن شاء الله تعالى طيب لو نظرنا فيما يتعلق نظرنا إلى التوظيف يعني الآن إن كان هناك من هم تساووا في الدرجات العلمية الأكاديمية فإذا كان أحد المتقدمين لوظيفة ما حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى فينبغي على الناس أن يفضلوه و من ثم يكون هو أكثر يعني حفظا في ما يتعلق بالحصول على الوظائف هل هذا الأمر يعني مطبق في مملكة البحرين؟ لا غير مطبق لأن هذا مبني على الاقتراح الأول أن يكون هناك يعني قانون مسنون نعم يميز حفظ القرآن الكريم عن غيره و بما أن هذا القانون كان نظام غير موجود و غير قائم فلا يمكن أن تبنى عليه يعني حقية في التوظيف أو في أمور أخرى نعم هذا تكلام طيب و جميل طيب أنتم يعني فضلتي الشيخ أنت طبعا بحكمي أنك مدير شؤون القرآن الكريم في وزارة العدل و الشؤون الإسلامية ما من شك في أنك أنت مسؤول عن استغلال التكنولوجيا و ما إلى ذلك و أجهزة الإعلام فإذا سألنا سؤال عفوا فإذا سألنا سؤال عن مدى تفاعل هذه المراكز و هذه الجمعيات و فعالياتها مع أجهزة الإعلام هل يمكن أن نقول أنكم تتفاعلون مع الإعلام و تستغلون هذه الأجهزة لإخبار الناس بأنشطتكم و ما إلى ذلك طبعا الآن هو ليست المسألة مسألة اختيار أصبحت المسألة في حكم الفرض والإلزام الذي يريد أن يصل إلى الناس و الذي يريد أن يتفاعل مع الناس و يتواصل معهم حتى لو كانوا داخل المؤسسة التعليمية التي ترعاها كالمراكز حلقات القرآنية لم يعد الاتصال وجها لوجه هو يعني الشيء المتيسر مع كثرة انشغالات الناس و كثرة التوسع العمراني و كثافة السكانية المتزايدة فدخلت في الخط وسائل حديثة في التواصل التواصل الاجتماعي و التواصل عبر الانترنت و الحلقات الإلكترونية و أمور أخرى كثيرة فإحنا يعني ليس لنا الخيار في أن نأخذ بهذه الوسائل أو نتركها بل إحنا ملزمين و بالفعل إحنا هذا الذي نفعله و نتواصل بشكل يعني متزايد مع الدارسين في المراكز و حلقات القرآنية بل معه أفراد أفراد المجتمع و نعلمهم بأخبار المراكز و بأنشطاتها و برامجها و الدورات التي تقيمها من خلال هذه الوسائل ففيه هناك تواصل إعلامي يعني و إن لم يكن يعني ممتازا و لكنه يعني يسير بخطة سريعة من أجل أن يفعل و أن يكون يعني على ما يؤمل منه في تحقيق التواصل الفعال بين المراكز و الحلقات القرآنية و بين المجتمع نعم طيب فضلت الشيخ ذا كلام طيب جول الآن أنت جدت لنا بما بمع من المعلومات المهمة و بصراحة نحن محتاجين لمعرفتها و المشاهد الكريم ما في مشك في أنه استفاد من هذه المعلومات نحن في السودان عندنا ميزة فيما يتعلق بتعليم القرآن الكريم الخلوة في السودان تقريبا مختلفة تماما عن غيرها فيما يتعلق بالمدارس القرآنين صحة هذه العبارة فيما يتعلق بالسبع الذي يتجول فيه الطلاب و فيما يتعلق بالعرضة و الرمي و ما إلى ذلك أشياء كثيرة جدا جدا فيما يتعلق بالتعليم القرآن في السودان هل هناك ميزة لمملكة البحرين تتميز بها عن غيرها عن المملكة العربية السعودية عن موريتانيا عن السودان و ما إلى ذلك لا أظن عندنا تجربة خاصة نتميز بها في تعليم القرآن الكريم عن ما هو سائل في منطقة الخليج العربي الخليج العربي نظرا لتشابه الظروف و تشابه الخلفية الثقافية للناس و يعني كل هذا أدى إلى أن التجربة تقريبا هي واحدة نحن لا نملك مدارس لتحفظ القرآن الكريم كما تملكها المملكة العربية السعودية لكننا نملك المراكز و حلقات القرآنية التي تعمل بنفس النساق و بنفس النظام حتى بنفس الفترة المسائية معظم المراكز و حلقات تعمل في هذه الفترة التي هي بعد انتهاء اليوم الدراسي نعم وبالتالي نحن في انسجام مع التجربة السائدة في منطقة الخليج العربي نعم طيب على ذكر الفترة المسائية التي ربما يجد الطلاب و الطالبات يعني وقتا للإقبال على المراكز و من ثم الانتظام في سلكها هل هناك مواسم معينة مثلا في إيازة صيفية أطلة و ما إلى ذلك يكسر فيها الإقبال على المراكز تحفظ القرآن الكريم في مملكة البحرين لا شك أن في الفترة الصيفية يزداد الإقبال و يرتبع ارتفاع كبير و لذلك توجه له برامج خاصة لهذه الفترة الصيفية و كثير من الطلاب الذين يعني يعني يلتحقون بالمراكز في الفترة الصيفية ينتظمون للدراسة في هذه المراكز بعد انتهاء العطلة الصيفية فبالتالي يتشكل يعني نقطة انطلاقة بالنسبة للبعض يدخل في برامج يعني برامج قرآنية مصحوبة برامج تربوية مصحوبة برامج ترويحية و ترفيهية و يخرج منها في نهاية المطاف هو طالب منتظم في المراكز العلاقات القرآنية و يأخذ يعني مقعده جنبا إلى جنب مع بقية الطلاب الدارسين في هذه المراكز فعندنا في العطلة الربيع التي تكون بين نهاية الفصل الدراسي الأول و نهاية الفصل الدراسي الثاني أيضا تعقد يعني أو تقام كثير من البرامج و الأنشطة التي تعزز يعني نشاط هذه المراكز و تستقطب لها طلاب يعني جدد من المجتمع و في مثل هذه المواسم صحة هذه العبارة المواسم القرآنية و الثقافية و ما إلى ذلك هل تعقد يعني منافسات مسافقات و ما إلى ذلك في نهاياتها مثلا طبعا أي برنامج يقام سواء كان برنامج قرآني أو برنامج تربوي أو برنامج تقافي أو برنامج رياضي هو قام على مبدأ المنافسة هو مبدأ حميد دائما يشجع طلاب يعني و يبرز طاقاتهم و يشجع على التواصل فيما بينهم و يربطهم كثيرا بالمؤسسة أو بالمركز الذي يقيم مثل هذه البرامج و الأنشطة فالمركز القرآني لا غنى له عن إقامة برامج و أنشطة مصاحبة لتعليم القرآن الكريم يعني يجد الطالب خلالها بغيته سواء من ناحية الثقافية و من ناحية الترفيهية و من ناحية الرياضية و غيرها نعم طبعا فضلت الشيخ نحن وصلنا لنهاية خدام هذا اللقاء فنطلق لك الفرصة لأن ترسل رسالتا فنقول لك ما هي رسالتك و لمن ترسلها في هذا اللقاء المبارك من اللقاء خاص أول إن كان لرسالة يعني أوجهها فأنا أوجهها أول إلى كل شخص يحمل القرآن الكريم أن هذا القرآن الذي تحمله سواء تحفظ القرآن الكريم بالكامل أو تحفظ قدرا منه فهذه نعمة عظيمة ينبغي عليك أن تعرف قدرها و أن تحفظ عليها و أن تنميها الجانب العملي هو الذي يظهر فيما إذا كنت تعرف مقدر هذه الأمانة و مقدر هذه الهبة التي أولاكها الله سبحانه وتعالى في سلوكك و في تعاملك مع الآخرين إن كان خلقك القرآن كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنت إن شاء الله عز وجل عرفت قدر هذه الأمانة و جسامة هذه المسؤولية التي تتحملها كحامل لكتاب الله عز وجل هذه رسالة عامة وجوها إلى كل من يحمل كتاب الله عز وجل يعني بين جنبي الرسالة الثانية وجوها إلى العاملين و القائمين على التعليم القرآني في السودان و هي أن جهدكم ملحظ و سعيكم في هذا الباب مشكور و ثمراتكم أصبحت يانعة و يلحظها الجميع و المتتبع لتعليم القرآن الكريم يرى أن في السودان هناك نشاط قرآني جيد جدا و أنه في تنامي مستمر و نسأل الله عز وجل لهذه الجهود الاستمرار و الرسوخ و الثبات و التطور و أن يكون هناك تواصل مستمر بين العاملين في مجال القرآن الكريم في مملكة البحرين و في السودان و في بقية الدول العربية و الإسلامية لما فيه خدمة كتاب الله عز وجل و خدمة حفاظه و طلابه أينما كانوا و في الختام أنا لا سعوني إلا أن أشكر لكم هذه الاستضافة و هذا اللقاء الشائق و هذا الموضوع الذي أحب الحديث فيه لأني لا أجد الحديث في غيره من المواضيع و أتمنى أيضا لقناة طيبة مزيد من التقدم و الإزدهار و أن تصر رسالتها كما أرادت لكل مستمعيها و مشاهديها إن شاء الله و تعالى جزاك الله و خير الجزاك و ضرورة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز قحطان العمري مدير شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل و الشؤون الإسلامية بمملكة البحرين الشقيقة على هذه الكلمات الطيبة و نحن إذ نشكرك نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجنب بلادكم و بلادنا و كل البلدان الإسلامية الفتنة و المحنة و أن يوفقها إلى التقدم و التطور و الإزدهار نشكرك أنت أيها المشاهد الكريم نشكر المشاهد الكريم نشكركم جزيل الشكر على هذه المتابعة و نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعلنا أكثر حبا للقرآن الكريم و أن يوفقنا إلى أن نعمل به و أن يجعله حجة لنا يوم القيامة و تحية خاصة لحفظة الكتاب الله سبحانه و تعالى و هذه الرسالة التي أرسلها فضيلة الشيخ عبدالله قحطان و هي رسالة عظيمة نسأل الله سبحانه و تعالى أن يستفيد منها الناس جميعا حتى نلتقيكم في لقاء آخر نقول تقبلوا تحايا الفريق العامل و سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب إليك والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته والسلام عليكم يا عزوتي يا نصرتي في كل حين يا نصرتي في كل حين يا نصرتي في كل حين يا نصرتي في كل حين